الهند وكندا تتبادلان طرد دبلوماسيين نيو ديلهي طالبت دبلوماسيا كنديا رفيعا بمغادرة البلاد ردا على طرد أوتوا دبلوماسيا هنديا وذلك مع تصاعد الأزمة السياسية بين البلدين على خلفية قضية اغتيال زعيم للسيخ يحمل الجنسية الكندية قتل في حزيران يونيو الماضي قرب فانكوفر غرب كندا وزارة الخارجية الهندية أصدرت بيانا رفضت فيه الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة الكندية بالضلوع في عملية الاغتيال ووصفت الاتهامات بالعبثية وذات دوافع المزاعم المتعلقة بتورط الحكومة الهندية بأي عمل عنف في كندا هي عبثية وذات دوافع نحن دولة ديمقراطية لديها التزام قوي بسيادة القانون رئيس الوزراء الكندي كان قد دع الهند إلى المشاركة في التحقيق للوصول إلى جوهر القضية معتبرا أن مقتل أي مواطن كندي على أراضيها يعد انتهاكا غير مقبول لسيادتها نيجار كان رئيساً لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ باسم خالستان وكان مطلوباً لدى السلطات الهندية بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية وهو ما نفاه على الدوام ترجمة نانسي قنقر